تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 386 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 67 طن مواد غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 10 أطنان مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط نحو 57 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البعب أزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 609 قضايا من بينها 127 قضية خبز ناقص الوزن و 153 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 156 طن أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر